وضع ريش سوناك حدا للتكهنات محددا الرابع من تموز يوليو موعدا لاجراء الانتخابات العامة في خطاب قدم رئيس الوزراء البريطاني نفسه بانه رجل المرحلة لمواجهة اخطر فترة منذ الحرب الباردة معتبرا ان الرئيس فلاديمير بوتين لن يقف عند حدود اوكرانيا وان تحديات الشرق الاوسط تهدد الاستقرار الاقليمي والعالمي لم يغفل سوناك الوضع الداخلي متباهيا بان حزبه يملك برنامجا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ساقاتل من اجل كل صوت وساكسب ثقتكم وساثبت لكم ان حكومة المحافظين تحت قيادتي هي وحدها القادرة على عدم تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر ومن خلال حكومتي سنستعيد الفخر وثقة ببلدنا وسنوفر للعائلات وللمملكة المتحدة مستقبلا امنا خطوة سوناك الانتخابية اغضبت بعضا من نواب حزبه في ظل منحه اياهم ستة اسابيع فقط من اجل الاستعداد للانتخابات في المقابل استعد حزب العمال وقيادته التي لطالما كررت مطالبتها باجراء انتخابات برلمانية مبكرة زعيم الحزب كارستارمر اعتبرها ان رحيل المحافظين عن السلطة سينهي الفوضى ويتوي صفحة المحافظين مطالبا باعادة بناء مستقبل بريطانيا هذه الانتخابات هي فرصة من اجل التغيير على مدى السنوات الاربع الماضية اجرينا تغييرات في حزب العمال واعدناه مرة اخرى الى خدمة الطبقة العاملة كل ما نطلبه الان وبكل تواضع هو ان نفعل الشيء نفسه من اجل بلدنا وان نعيد بريطانيا الى خدمة الطبقة العاملة وينشغل الرأي العام بخطوة سناك المفاجئة في اجراء الانتخابات حيث اعتبر بعض المراقبين ان تحديد موعد الانتخابات في ظل تراجع شعبية المحافظين الى اكثر من عشرين نقطة عن العمال هو خطوة مجنونة فيما يرى البعض الاخر ان ما دفع سناك الى تسريع الامر هو تفويت الفرصة على المتربسين من نواب حزبه لاطاحته من السلطة هي اذا معركة بين العمال والمحافظين لنيل ثقة الرأي العام من اجل الحصول على مفتاح داونينغ ستريت بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات فان الرابعة من تموز يوليو المقبل هو يوم تاريخي في بريطانيا قد ينهي فترة حكم المحافظين التي دامت اكثر من اربعة عشر عاما مستسر لندن الميادين